مساء الفل عليكم كل سنة وانتو طيبين يلا بقى نبدأ وصفات الصيام ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة هتظهر لكم لو اشتركتوا في القناة وفعلتوا الجرس على كلمة الكل هتلاقي كل يوم توصلك اشعار بوصفة جديدة سواء حلوة او حادق او حلويات او معجنات كل يوم ان شاء الله هتلاقي وصفة جديدة حلوة هتعجبك وكمان اي سؤال هتكتبي في الكومنتات ان شاء الله هجاوب عليه وهرد عليك فورا معاكم شيف نرمين الماجد وكل سنة وانتو طيبين ممناسبة اقتراب الصوم الكبير اول وصفة هنعملها النهاردة هي وصفة البسكوت هنعمل النهاردة بسكوت نشادر صيامي بدون بيت بدون لبن بدون زبدة وسهل وبسيط وبقل كمية زيت وباي نوع دي لو تحب تعمليه حلوة جدا في الفطار الصبح وموفر وفي نفس الوقت بحل قزمة كبيرة جدا للناس اللي هم تستحملش القلي والزيت والحاجات دي تعالي نشوف عملناه ازاي بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشيل الفيديو عشان يوصلكم كل جديد ويلا نبدأ حالا اول حاجة انا عملتها انا جبت هنا ربع كباية من المياه حطيت عليها معلقة كبيرة من النشا وبدأت ان انا دوبهم على البارد وبعد كده رفعتهم على النار لحد ما ابتدوا يتقلوا وبعد كده اول ما ابتدوا يتقلوا نزلتهم من على البوداجاز وسبتهم على الجنب عشان يبردوا الموضوع ده اول حاجة دي اللي احنا بنعملها دي اسمها ايه دي اسمها محسن بسكوت بس محسن بسكوت صيامي احنا اللي حطينا في لبن ولا اي حاجة بس معلقة النشا دي لما بتتعقد مع المياه وبتتقل بالشكل ده بتدي ترميلة كده وكرمال ودوبان للبسكوت حلوة اوي هتجربوها فعلا هتعجبكم جدا جدا تعالوا بقى نعجل ونشوفوا عملنا ازاي البسكوت بتاعنا هنجيب كباية معيارية او حاجة معيارية نعاير بها كل المأدير اول حاجة هي السكر هحط هنا كباية لربعة من السكر وهحط عليها نص كباية من الزيت يبقى كباية لربعة من السكر وفضل يكون سكر بودرة ممكن نطحنه يعني لو السكر مطحون بيكون افضل ونص كباية زيت طبعا انتو لو فطرين او حاملين وفطري هتحطوا سامنة او زبدة لكن احنا النهاردة هنعمله بالزيت وكل حاجة تبقى في نفس درجة حرارة الغرفة مفيش حاجة تبقى سخنة ولا دافية ولا اي حاجة حاطس عندك مضرب اشتغل يمعيه ما عندكش مضرب ممكن مضرب يدوي او اسباتيول او ايديك المهم بتوصلي للشكل اللي انا شايفه قدامي ده اللي هو القاوم الكريمي بعد دوبان السكر والزيت في بعض بعد كده هتبدأ ان انت تجيب الدقيق بتاعك طبعا اي نوع دي مش هتشرطي نوع معين من الدقيق انا هستخدم هنا كبايتين ونص من الدقيق عليهم المقادير اللي هقولك عليها بس مش هحط كبايتين ونص مرة واحدة هحط كباية ونصه بعد كده هسيب الكباية على جنب وهبتدي احط عليها ربع معلقة صغيرة من النشادر ربع معلقة صغيرة من البكينج بودر يبقى نقول ربع معلقة صغيرة من النشادر معلقة صغيرة من البكينج بودر معلقتين كبار من النشا وزارة ملحة خفيفة يبقى دي مقادير كبايتين ونص دقيق نقولهم كمان ربع معلقة صغيرة من النشادر معلقة صغيرة من البكينج بودر معلقتين كبار من النشا وزارة ملحة خفيفة ببتدي انزل كوباية ونص من دي وبعد كده بحط الكوباية التانية على جنب الحد ما تبتدي ان هي ايه تلم معايا دي بالشكل ده ابتدي ان انا انزل الكوباية التانية تدريجيا لاني ممكن الخليط ما ياخدش معايا كوبايتين ونص ممكن ياخد معايا كوبايتين وربع بعد كده هبتدي اعجن حب اعجن بالمية ماشي حب اعجن بعصير بورتقان مفيش مشكلة طبعا الافضل تكون يعني الافضل ان انت تعجين بعصير بورتقان بس عصير البرتقان ما يكونش فيه اي نسبة سكر خالص ما يكونش متحلية يعني ما يكونش فيه اي حاجة حلوة خالص لان احنا هعطيني السكر في البسكوت وخلي بالكم كتر السكر في البسكوت بين الشفو سواء صيامي او فطر فلازم نبقى زبطين مقادير بالزبط ما تبقاش حاجة اكتر من حاجة بعد كده في المرحلة دي هنبتدي ان احنا نضيف ربع كوباية الميا اللي احنا عقدناها بمعلقة كبيرة من النشا لحد ما وصل للقوام ده ونبدأ دلوقتي ان احنا نقلب المقادير ونخلي بعنا ان عجينة البسكوت بتبقى عجينة ما بتتعجنش كده زي المخبوزات او الحاجات دي لا ولا العيش لا بتبقى عجينة بتتعجن بالشكل اللي انتو شايفينه ده يفضل يكون معاكم حاجة كده تلموا بيها العجينة لحد ما تبتدي ان هي تتخلصوا من كل كمية دي او كل دي يدخل جوه العجينة بعد كده باديكم حاجة بسيطة جدا تبدأوا ان يتلموا العجينة انا هنا فضل معايا نص كوباية دي ببتدي ان انا اضيفها معلقتين معلقتين كده لحد ما العجينة تتكون معايا وتزبط هوريكم شكل العجينة كويس خالص بعد ما نبتدي ان احنا اللبها خالص ونعجنة بصوا لو هتشكلوا البسكوت ده بالمكانة ما فيش مشكلة ان العجينة تبقى تخينة شوية لكن لو هتشتغلوا زي ما هشتغل انا دلوقتي بالكيس الحلواني او امه الحلواني وفضل العجينة تبقى سايبة سنة لان لو كانت تقيلة معاك مش هتنزل من كيس الحلواني وكمان هتعذبك وتغلبك اوي انا طررت العجينة سنة صغيرة عشان خاطر انا بحب اشتغل بكيس الحلواني لكن اللي حابب يشتغل بالمكانة براحتكم خالص طبعا ممكن تضيفوا بشر البرتقان ممكن تضيفوا فانيليا ممكن تضيفوا قرفة ممكن تضيفوا جزهند كل دي نكهات بنحطها للبسكوت عشان نغير شوية من طعمه لكن لو مش حابين تضيفوا براحتكم خالص وكمان ممكن تعملوا بالشوكولاتة الفرق بين الشوكولاتة والبسكوت اللي هو معمول بالفانيليا حاجة واحدة بس ان احنا بنشيل معلقتين من الديق ونحط مكانهم معلقتين من الكاكاو بس بس طبعا بندوب الكاكاو مع الزبدة او مع السمنة او مع الزيت والسكر هو ده بس ببتدي اجيب امعي الحلواني طبعا يفضل يكون سيليكون او امعي يكون ناشف كده وشتيدة عشان ما يتقطعش مني ودايما اختار الامعي اللي هو مشطوف اللي انتم شايفينه ده ده بيطلع احلى شكل بسكوت وكمان بيدي معاك مقادير كتير يعني بيعمل معاك كمية كبيرة وفي نفس الوقت بيبقى سهل او في الشجل ما بيبقاش متعب ابدا غير اي نوع بسكوت تاني تكوني عملتي وطبعا لو هتختاروا المكانة مفيش مشكلة برضو المكانة بتطلع معاكم بسكوت حلو قوي بس هي فكرة او الفرق بين الامع والماكانة حاجة واحدة بس ان الامع مش محتاج حد تاني يشتجل معاك لكن بصراحة المكانة بتبقى محتاجة حد تاني فلو عندك حد يشتجل معاك امين ما عندكش حد يشتجل معاك يبقى الامع هو الحل او الحل الامثل والاضمن لك ان انت تعملي بيقى البسكوت بعد ما بتقطع البسكوت طبعا دهنين الصواني دي كلها دهنة زيت خفيفة ومسخنين الفرن بندخل البسكوت على درجة حرارة تكون عالية شوية بس لما بندخل البسكوت تحت الشوية نخلي بالنا ان البسكوت ده ما بياخدش وقت خالص في السوى يعني بالكتير خالص خالص بالكتير خالص خالص سبع او تمن دقايق بيكون البسكوت استوى معانا والنار تكون متوسطة كمان ما تكونش عالي او اول ما بنطلع البسكوت بياخد لون الدهب اللي انتو شايفينه ده مش بحرك البسكوت ابدا من الصواني خالص لحد ما يبتدي يبرد وبعد ما يبرد بابتدي ان انا اجيب العلبة اللي انا هلم فيها البسكوت او هخلي فيها البسكوت بصوا بقى البسكوت ده عشان ما فوش بيض وما فوش زبدة ولا اي حاجة مهمة جدا انه يبرد او ياخد السخونة بتاعته ده ده خالص قبل ما نلموا جوه العلب عشان بخاطر ما يبتديش ان هو يلين معانا تاني وكمان نخلي بالنا من المقادير اللي انا قلتها هنمشي على نفس المقادير بالزبط بنفس الخطوات بالزبط عشان يطلع معكم البسكوت بالشكل ده بعد كده بقى بتبدأوا ان انتو تحطوا البسكوت في علبة وتبدأوا ان انتو تفطروا بيه الصبح كل يوم ان شاء الله اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشاركوا في القناة تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى فلايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه اي حد عايز يعمل اعلانات على قناة هسيب لكم اللينك ورقم التواصل بتاع الاعلانات في صندوق الوصف واتمنى تتابعوني كل يوم ان شاء الله في وصفة جديدة صيامي الفترة دي كلها وصفة صيام اقتصادية وحلوة معجنات وكل حاجة هتحبوها كل سنة وانتو طيبين واشوفكم دايما يا رب على خير قرية شكرا